أحسن صحة للمرأة تخلي ده يكون مدخلنا المرأة طبعاً إحنا مش محتاجين نتكلم عن أهمية دورها في حياتنا وبالتالي أهمية إن هي تعرف تحافظ إزاي على جسمها من أوجه الضعف المختلفة قصور في فيتامينز معينة فإحنا متعشمين فيكي بقى خير النهار هو فعلاً المرأة ليها دور كبير في المجتمع وهي اللي بتربي الأجيال يعني هي اللي بتطلع ده كثرة مهانسين أعلمين فمهم جداً جداً تحافظ على صحاتها لأن إحنا محتاجين صحاتها طيب عمت عمل دراسات يا كريم عن أسباب وفاة أو أسباب الوفيات للمرأة أول حاجة المرأة بتموت من أمراض القلب دي أول حاجة أمراض القلب وما يليها بقى من ضغط والكلام ده كله تاني حاجة السرطانات بأنواحها سرطان الثادي سرطان الرحم سرطان أي نوع السرطان تالت حاجة في الدراسات قالوا إن المرأة بتموت من أسباب رئوية أو أمراض رئوية رابع حاجة من الزهايم دي أسباب وفيات الأي ست أشهر الأمراض أول حاجة مرض الغضة الدرقية أكتر من 70% أو 60% من الستات بتعاني من قصور في الغضة الدرقية دي أول حاجة وده ممكن يقدر للوفاية دكتور دينا لا دي أشهر الأمراض أمراض عمولا دي أشهر الأمراض أسباب الوفيات زي ما احنا قلنا سرطانات الزهايمر والأمراض القلب والضغط أشهر الأمراض أمراض الغضة الدرقية مش بتموت هي دي أشهر الأمراض للستات تاني حاجة الصداع النصفي والصداع عمتا ثالث حاجة القولون والمشاكل الهضمية وما يتتباحها رابع حاجة الالتهابات النسائية برضو أمراض شائعة جدا خمس حاجة مشاكل الضهر والعميط الفقري وهشاشة العظم دي أشهر الأمراض ليش بتسبب الوفيات طيب إزاي الستة تقدر تعيش حياة صحية إزاي الستة تقدر تعيش حياة جيدة وتقلل من الأمراض ونخليها تبعد شوية عن الأمراض لازم تركز في ثلاث حاجات أول حاجة وأهم حاجة يمكن أنت هتستغرب السترس ده أهم حاجة لأن احنا كستات عاطفيين أي حاجة صغيرة تأثر فينا ده دورنا كأزواج ما هي دي المشكلة يعني أنا بقول أي راجل يخلي باله على الستة المعين الستة الموت بتاحها بيحصلها موت سوينجز يعني بيحصلها تغيرات هرمونية في كذا فترة في حياتها في الحمل بيحصلها تغيرات هرمونية ما بعد الحمل ما بعد الحمل واللي بيقول عليه سن اليأس هو مش مالوش اسم ده خالص هنبقى نتكلم على حلقة تانية عن قصة سن اليأس الكلمة دي مرفوضة تماما هي بيحصلها تغيرات هرمونية معينة هنبقى نتكلم عليها في حلقة تانية عشان دي مش حلقتنا فكل وقت هي بيحصل لها تغيرات هرمونية وكمان هي عاطفية وحساسة أكثر من رجل هنتكلم عن السترس هنتكلم عن الهرمونات هنتكلم عن الفيتاميرات والمعادة التلاتة دول اتضبطوا مع أي ست هتعرف تعيش حياة كويسة ليه هبدأ في السترس لأن السترس هو اللي بيلغبط لي كل هرموناتي هرمونات جسمي كلها بتتلغبط يعني استرس استرس هي هو استجابة الجسم اللي هو مؤثر ضغط من برة أول ما يحصل استرس الجسم أو المخ بيدي إشارة للغدة الكذرية أنها تفرز كورتزون على طول دي المصيبة السودة أن الكورتزون يعلى المفروض أن الكورتزون ربنا خلقه بالملي عالي زيادة زيادة هيبوز لجسمي كل طب أول ما الكورتزون بيعلى مع أي ست بيحصل أولا ضربات قلب عالية جدا ثانيا الضغط الضغط المرتفع لأن طبيعي الضغط يرتفع عشان أوصل أكسجين في كل حتة في جسمي لأن الاسترس أنت خلاص حطيت جسمك أي أنت حطيتي جسمك في حالة استرس وحالة ألرت أكن مثلا أسد جاي يجري وراكي أكن حد جاي بسكينة مثلا يموتك للدرجات هو الاسترس الأميجدانا اللي في المخ بتشوف صور مالوش علاقة الاسترس ده مثلا أنت متخنق مع صاحبتك هو الاسترس بيطلع كورتزون سواء حاجة كبيرة أو حاجة قليلة أول ما الكورتزون يعلى زي ما أنا قلت والأدرينالين هيعلى هيحصل ضغط هيحصل ضربات قلب نحاجان طول الوقت وأنت ما بتجريش ده هو ده اللي بيحصل كمان بتلاقي الاسترس بتلاقي عايزة تاخد سكر كتير لأن هي عايزة سكر للدم أن يديها طاقة بيعمل كمان الكورتزون مشاكل أنه بيحبس السوديوم السوديوم مهم جدا للمخ فوانس ان السوديوم اتحبس اللي هو الملح بيحصل أن الجسمي بيعبي ميا بيحصل كمان في الضغط العصبي أن الكورتزون بيبتدي يسحب الدم من الهضم ومش تأكل وانس ان الدم تصحب من الجهاز الهضمي والمعدة زي ما أنا قلت قبل كده معاك يا كريم الدنيا كلها بتتلغبط حمض المعدة بتلغبط بنوصل لارتشاح بنوصل لتسريب في الأمعاء بيحصل قولون وبيحصل إمساك دي أول حاجة بتتضرب اللي هو الجهاز الهضمي ايه تاني بيتضرب عندي السكر بيعلى الإنسولين يعلى مدام السكر عالي لازم الإنسولين يعلى فبيحصل مقاومة للإنسولين وبيحصل سكر عشان كده يقول لك أصلانا جالي أصلانا جالي سكر عصبي مش حاجة تفرق يعني لو إيه أصلانا جالي سكر عصبي دي حاجة خطر ده مؤشر إن السترس بوز لك مقاومة الإنسولين وبتجهد البانكرياس جدا بيحصل كمان عشان عايزة طاقة زيادة ببتدي أسحب الهورمونات من سوري مش نهور البروتينز من الخلايا وانس ان البروتين تسحب هيحصل لي وهن عضلي يعني ده خرب من كل شعري هيبتدي يقع لأن شعري ده عبارة عن بروتين شعري هيبتدي يقع كل ده من السترس مش بس كده عندي كمان غير الجهاز الهضمي عندي إنه بيضرب عندي الجهاز التناسولي للست يعني إيه بيضرب الجهاز التناسولي وانس ان الكورتزون عالي خلاص انت كده أو هي كده بوزة الاستروجين والبروجسترون هرمونات القنوسة عندها هيحصل ايه تأخر في البروت في الدورة بتاعتها هيحصل مشاكل مع الدورة واجع شديد هيحصل أو تكيوسات المبايد يعني هيحصل تأخر في الحمل كل ده من الكورتزون خلصنا جهاز التناسولي بيخش على الغدد السماء كل ده كورتزون عشان كده بقول كل ده من السترس بس بس يمكن كان فيه دكتور بيقول إن سبب أي مرض عضوي مرض نفسي السترس يمكن حتى بتشوف إن كان فيه عالم بقولك مش السكر اللي بيموت مش الضغط اللي بيموت مش السرطان اللي بيموت اللي بيموت السترس لأن هو اللي بيجيب كل الحاجات دي طبعا عندي كمان إن الكورتزون بيعمل بلاوي انت عندك إن هو بيخش على الغدد السماء بيدرب في الثيرويد جلاند بيأثر على هرمونات الغدد درقية فالأي ده عندي بيبوز بدخن بيجيلك تقاب كل ده من السترس ده ليك حق تبتدي بالسترس فعلا فده مهم جدا مهم جدا إن أنا قبل ما هتكلم على الفيتامينات والمعادن هزبط الاسترس بتاعي إن أنا لو جالي استرس أحاول إن أنا أصبط المونتر للعاطفة بتاعتي ولعب رياضة كويس جدا جدا لأن الرياضة هو العدو الأول للكورتزون وأمتنع عن السكريات أقل للسكريات ترجمة نانسي قنقر